من أطيب الحلويات الباردة يلي ممكن تعملوها بالبيت هي طبقات الكاسترد والجلي وهالوصفة رح تضبط معكم من أول مرة ولتحضير هالوصفة رح تاج للبسكوت طبعا فيكم تستخدموا أي بسكوت انتو بتحبوه رح أغمسوا بكاسة من الحليب السائل ورح أعمل طبقتين بالنسبة لطبقة الكاسترد بحتاج لتر من الحليب السائل ورح استخدم مصحوق الكاسترد من شركة نون بنكهة الفانيلا ويلي بيميز هالمنتج هو اللون السفارية اللي بيعطيه للخليط والقوام المميز ولها الوصفة رح تاج لأربع معالي إكبار من الكاسترد وثلاث معالي إكبار من السكر بحركهم أول شي على البارد وبعدها بشغل النار وبستمر بتحريكم لحد ميتقل الخليط وأول ميتقل رح أصبه فوق طبقة البسكوت وأفرده بشكل متساوي وأحطه عجنب لحتى يبرد تماما ومن نفس شركة نون رح أستخدم جيل النباتي سريع التجميد بنكهة الفراولة وطبعا في عندهم كتير نكهات فيكم تستخدموها رح أتبع التعليمات الموجودة على البكات ولها الوصف رح أستخدم بكتين من جيل الفراولة بحركهم ممنيح مع بعض وبحطهم عجنب لمدة 10 دقايق وأول ما يصير الجيل فاتر رح أصبه فوق طبقة الكاسترد وهي بارده بترك الحلو عجنب لمدة نص ساعة وبعدها رح حطه بالتلاجة 6 ساعت وهيك بصير عندكم أطيب حلو جاهز طبعا أنا حبيت أزينه بالفواكه وفيكم ما تزينه أبدا واستمتع بأطيب طعم وصحتان ألف هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر